موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على نهجهم ومنوالهم إلى يوم الفصل والدين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين وبعد أيها الأحبة الكرام ها قد أقبل رمضان بما فيه من الخيرات والبركات والنفحات فهنيئا لمن استقبل هذا الشهر العظيم بالخير والطاعة وتخلص من أدناسه ومعاصيه وأقبل إلى التوبة لينطلق بعد رمضان إلى بقية شهور العام وهو على طاعة المولى عز وجل هذا شهر رمضان أفضل شهور العام وفيه ليلة الليالي ليلة القدر العظيمة التي هي خير من ألف شهر هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وهو شهر الصبر والصبر جزاؤه الجنة شهر المواسات من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعدك رقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء فلما قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مثقة لبن وجاء أيضا كل عمل ابن آدم له إلا الصيام يقول الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل لصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فرض الله تبارك وتعالى علينا هذه الفريضة العظيمة كما فرضها وكتبها على الأمم السابقة ولكنه خص هذه الأمة المحمدية بأن جعل الصيام في شهر رمضان الذي هو أفضل شهور العام وسنتكلم بإذ الله في هذه الحلقة عن أحكام الصيام التي خصها الله تبارك وتعالى لهذه العبادة العظيمة وفي كل يوم بإذن الله تعالى سوف نلقاكم في برنامجكم ساعة محبة وتناولوا قضية جديدة من القضايا المهمة التي تنفعنا بإذن الله سبحانه وتعالى فنتنور من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا العلم الذي من اتبعه كان على نور وكان على هدى وكان على صراط مستقيم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون هذه الفريضة لها أحكام خاصة لا بد من مراعاتها ومعرفتها ولذلك قال العلماء يجب على من أراد الدخول في شيء أن يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم قبل أن يدخل فيه لأن كل عبادة من العبادات التي فرضت علينا لها أحكام خاصة لا بد من مراعاتها ولا بد من معرفتها فإذا كان الإنسان أقبل إلى العبادة والعمل دون أن يتعلم أحكام الدين غالبا ما يقع فيما يبطل هذا العمل وهو لا يدري فينطبق عليه ما قال الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام بن حبان في صحيحه رب قائم حظه من قيامه السهر ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هذا حال من ترك العلم الشرعي ولم يتعلم هذه الأحكام التي عرفناها من رسولنا صلى الله عليه وسلم لأن أحكام الدين لا تعرف بالعطل وإنما لا بد أن يرجع الإنسان إلى أحكام الدين التي بلغتنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فنتبع هذه الأحكام من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة فالله تفضل علينا ببعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يبين لنا هذه الأحكام وابتداء نقول في أي عبادة وفي أي أمر أراد الإنسان أن يقبل عليه لا بد أن يعرف الأحكام التي اختصت له وفي المقابل في علوم الدنيا إذا كان الإنسان أراد أن يصير طبيبا لن يصير طبيبا إلا بعد أن يتعلم الطب أراد أن يكون على اختصاص ما لن يكون على هذا الاختصاص وعلى دراية ومعرفة به إلا إذا تعلمه فكيف بعلم الدين الذي لا بد للإنسان أن يكون عليه وفيه نجاتنا بإذن الله تعالى حيث قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وقل ربي زدني علما فمن أراد الحج لابد أن يتعلم أحكام الحج قبل أن يذهب من أراد الصلاة لابد أن يتعلم أحكامها الذي يريد أن يزكي ماله لابد أن يتعلم أحكام الزكاة وقبل الصيام على الإنسان أن يتعلم أيضا أحكام الصيام نأخذ اتصالا من أم أنس ونعود لبيان هذه الأحكام التي خصها الله تبارك وتعالى في شهر الصوم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كل عام وأنت بخير يا أهلا وسهلا هلا أم أنس سؤالي فضلي كم المبلغ الواجب على المريض الممنوع من الصيام أنه يدفع بدل وضح السؤال إن شاء الله بالنسبة للذي أصيب بمرض لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه هذا ليس عليه أن يصوم قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنما ألزم الله تبارك وتعالى من كان على هذا الحال أن يخرج فدية وهذه الفدية هي مد من غالب قوت البلد من قمح أو شعير وفي المذهب الحنفي يجوز إخراج هذه الفدية بالقيمة قيمتها في عملتنا نحن نحو الدنار ونصف يعني من أخرج عن كل يوم فدية دينار ونصف صح منه ذلك وينوي أن ما زاد عن المقدار أي مقدار الفدية فإنه يكون صدقة ولكن هنا ننبه إلى مسألة مهمة وهي أن كثيرا من الناس يجمعون الفدية في آخر رمضان ويخرجونها مرة واحدة وهذا لا يصح بل لا بد أن تخرج هذه الفدية عن كل يوم بيومه من غير تأخير وإذا كان الشخص لا يستطيع وإن وجد إنسانا ثقة دينا وكله بهذا المال أي أعطاه مثلا خمس وأربعين دينار أو خمسين دينار وما زاد فصدق قال له أنا أوكلك أن تخرج عني الفدية خلال شهر رمضان عن كل يوم بيومه فصار ذاك يخرج له هذا لا ضرر فيه وهو على الموافقة لشرع الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة من غير أن يخرجها كلها دفعة واحدة نعود إلى بيان الأحكام التي خصها الله تبارك وتعالى في شهر الصيام وابتداءا نقول إن شهر الصوم لا يثبت إلا برؤية الهلال أو باستكمال عدة شعبان ثلاثين يوما كما حصل في هذه السنة فإذا كان الإنسان ما رأى الهلال في مراقبة الهلال لا يقول نصوم احتياطا بعدها أو أننا نعتمد على قول أهل الفلك والحساب بل لا بد أن نوافق ما قاله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما هذه الطريقة هي الطريقة الموافقة لما قاله عليه الصلاة والسلام لذلك ليس لنا أن نقول إن رمضان يأتي في يوم كذا أو نحن أخطأنا نحن إذا راقبنا فلم نرى الهلال نعتمد ما قاله عليه الصلاة والسلام بقوله فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فنتم شعبان وإن بعدها نبدأ برمضان نأخذ هذا الاتصال ألو ألو السلام عليكم شيخ زيد يا أهلا سيد عبد الله كل عام أنتم بخير يا سيدي أنا عبد الله السواعي يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يلا حييك وأحنا كمان من خلالك قبل السؤال بس باختصار من هني ومن بارك لسيدنا وللعائل الهاشمي ولكل الشعب الأردني والعالمين العربي والإسلامي بشهر رمضان كل عام وأنتم بخير والسؤال يا سيد الشيخ زيد وانت دائما الداعي الإسلامي المعروف اللي منتز بيك حقيقة يعني حبل بالنسبة للصيام اللي صار في دول عربية في بعض الدول العربية يعني الخلاف اليوم في بعض الدول العربية وبكرة في كمان في قسم الدول العربية ويا سيد الشيخ يريد أنه تحكينا كمان عن تطهير القلوب وانهاء كسومات خاصة ونحن في بدايات شهر رمضان المبارك وإحنا دائما نحيي كل القائمين على قناة رؤيا وكل عام وأنتم بخير وشكرا لكم وانت بألف خير وكلك زوق هو لا شك أنه الكلام اللي تفضلت فيه أمر مهم جدا بما أنه الإنسان أقبل على شهر العبادة وشهر الصيام أنه يطهر قلبه من الداخل وأن يكون على صفاء السريرة والنقاء وعلى حسن التعامل مع الناس لأن هذه العبادة العظيمة لا بد فيها من هذه الأمور التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم بكارم الأخلاق يدع الإنسان شهوته يدع طعامه يدع شرابه ويكون على الخلوق الحسن لا يقابل الإساءة بالإساءة لا يقابل الناس بالغضب ولا بالعصبية ولا بسوء المعاملة وإذا شتمه إنسان أو قبحه أو أساء إليه يقابله بمقابلة علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كلمة أن نقول إني صائم هذه أخلاق المسلمين هذه الأخلاق التي تعلمناها من رسولنا عليه الصلاة والسلام لذلك الذي يكون على هذه الأخلاق يكون له تمام الصوم الذي فيه الأجر العظيم هذه الفريضة وهذه العبادة يقول الله تبارك وتعالى ما كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما هو الأجر الذي يكتب له عند الله سبحانه وتعالى هذا الأجر يكون عظيما إذا التزم بهذه الأخلاق وهذا التعامل الحسن وهذا التعامل الحسن مع إخوانه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم في صحيحه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومعنى أم عمر الآن أم عمر أم أمون أم أمون أهلا وسهلا أم أمون أهلا فيك كل عام تبخير وأنت بألف خير أهلا وسهلا فيك يا أخي أنا في عندي طفل عمر 11 سنة وصيب بالسكري وأكيد أنه ما رح يقدر ريسهم وأن فقيت الحال فشو بتبتب علي تعيد السؤال مرة تانية قبل بك تعيد السؤال مع سكري وما بقدر يصوم عمر 11 سنة وأنا المعيدة الوحيدة إلا وفقيرة الحال فشو ترتيبات يكون هلا مين اللي عمر 11 سنة ابني مريض السكري مريض سكري عمر 11 سنة وهو ما بيصوم أه لسه ما بلغ هو بعد دون البلوغ طيب هو بالنسبة للطفل الصغير اللي بعد ما بلغ لا يجب عليه الصوم فلذلك لا يلزمه شيء وإنما الذي ذكر في شرع الله سبحانه وتعالى بوجوب الأمر أي أن يؤمر الصبي المميز بالصوم إن كان يطيق الصيامة فإذا كان لا يطيق الصومة لا يمكن من الصومة أن يمكن من الإفطار ولا فدية عليه وإنما الفدية تكون على من كان كبيرا وما استطاع الصومة هذا الذي يخرج الفدية فإن كان صغيرا لا فدية عليه ألو نخد اتصال تاني ألو سعادة أهلا وسهلا فيك ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا إن شاء الله يزيك الخير وبرك الله فيك كل عام وانت بألف خير إن شاء الله وانت بألف خير إن شاء الله الله يزيك الخير أهلا بس سنحتلي يعني في سؤالين هاي في السريعات عن الموضوع فضل السؤال الأول هسا في حالة يعني في بس لو ترفع صوتك أغلبك أرفع صوتين ياريت والله طيب إن شاء الله دكتور هسا في حالة في مشاكل بتكون صحية في القلب وفي علاج معين هذا الصعب يعني لازم كل أربع ساعات تأخذ حبة يعني حتى لو أخذت وجبة على الصحور ما بيثبتش لازم الساعة 11 11.30 تكون مثل الحبة الثانية نعم مش عارفين بالحالة هاي طبعا سألنا الطبيب الطبيب يعني بيقول لك يعني فعليا طبييا لازم كل 12 ساعة يأخذ ثلاث حبات من هذا العلاج لابد أن يأخذ كل 12 ساعة ثلاث حبات لابد في 12 ساعة يأخذ ثلاث حبات نعم فطبعا هو يعني كبير بالعمر يعني حوالي 25 سنة ولكن المشكلة زي ما حكيتها بالكتور هي موضوع بالقلب يعني فمش عارفين يعمل مثلا يجرب يأخذ حب يصوم ولا يغامر ولا كيف مش عارف هذا السؤال الأول نعم في هذه المسألة العلماء قالوا إذا كان الطبيب الذي لجأ إليه كان ثقة وقال له إن كان صام وامتنع عن الطعام والشراب ينضر يحصل له أذى ولا بد أن يأخذ هذا الدواء في موعده عندئذ إذا تحقق الضرر حرم عليه أن يصوم لا يجوز للشخص الذي ينضر بالصوم أن يصوم لأنه كما ذكرنا في الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان محتاجا لهذا الدواء لأجل هذه العلة التي أصابته يأخذ هذا الدواء ثم يسأل أهل الخبرة يسأل الأطباء هل هذا المرض الذي أصابه ممكن شفاؤه بعد حين أم لا فإن كان ممكن أن يشفى وأن يتعافى من هذه العلة التي أصابته فلا يخرج الفدية وإنما يقضي هذه الأيام في أوقات أخرى وإذا كان المرض الذي أصابه لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه عندئذ يخرج الفدية بالتفصيل الذي ذكرناه قبل قليل فاصل قصير ونعود إليكم في حديثنا عن أحكام الصيام فابقوا معنا عدنا إليكم أيها الأحبة الكرام في برنامجكم ساعة محبة وحدثنا فيه في هذا اليوم المبارك الأول من أيام رمضان عن أحكام الصيام وكنا قد تكلمنا كيف يثبت أخر الصوم برؤية الهلال أو باستكمال عدة شعبان ثلاثين يوما من عدل ثقة أي أن هذا الذي رأى الهلال إن كان رآه لابد فيه أن يكون عدلا ثقة فشهادة الفاسق لا تقبل عند القاضي فإذا شهد إنسان وكان على العدالة للقاضي أنه رأى هلال رمضان يثبت القاضي بقوله الصيام كما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد رأى هلال رمضان فالنبي عليه الصلاة والسلام صامة وأمر الناس أن يصوموا بقول هذا الرجل لأنه كان عدلا وثقة جعل الله تبارك وتعالى هذه الفريضة العظيمة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام ولذلك الصبي وهو من كان دون البلوغ لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه أيضا شيء من الأشياء وإنما هذه الفرائد تجب على من كان بالغا فمن كان دون البلوغ لا يكتب عليه ذنب قط وهذه قضية مهمة جدا أن ننبه الناس من أن لا يذكروا شيئا للأطفال يخالف شرع الله تعالى كما اعتاده بعض المدرسين في المدارس وبعض الأهل أيضا أن يقولوا لأولادهم الصغار الذين بعد ما بلغوا الله يضاعكم إن فعلتم كذا في نار جهنم كتبت عليكم خطيئة الله غضب منكم هذه العبارات تخالف شرع الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر من الثلاث عن الصبي حتى يحتلم ولكن ولو كان هو لا يجب عليه الصوم إذا وصل إلى سبع سنين قمرية وجب على وليه أن يأمره بالصيام فالفرض عندئذ لا يكون على هذا الطفل وإنما يكون على وليه هذا الفرض وهو أن يأمره بالصوم إن كان أطاقه وكذا بالصلاة نأخذ هذا الاتصال ألو ألو ميس راح الاتصال معنا إذن قلنا أيها الأحبة الكرام بأن الذي يكون دون البلوغ لا يجب عليه الصوم ولكن يصحه منه إن كان مميزا ويجب على وليه أن يأمره بالصيام إن أطاقه فإذا كان ما أطاق الصوم ما تحمل الصيام يمكن من الإفطار نمكنه من الإفطار ولا إثم علينا إذا وجدنا أن هذا الطفل لم يتحمل وكذلك البلوغ بعد البلوغ أن يكون عاقلا فمن كان على غير العقل لا يصح منه الصوم أي أن المجنون لا يصح صيامه ولو كان صامه ثم جن في أثناء النهار ولو لحظة واحدة فسد صومه ولو كانت لحظة واحدة ولكن إذا عاد إلى عقده بعدها لا يؤمر بالقضاء باتفاق العلماء أما المغمى عليه فقد قال العلماء من أغمي عليه كل اليوم فسد صومه واختلفوا في وجوب القضاء عليه فمن الفقهاء من قال يجب عليه القضاء ومنهم من قال حكمه كالمجنون لا يجب عليه القضاء وأما النائم فمن نام كل اليوم لا يكون له نفس هذا الحكم الذي جعل للمغمى عليه إذا كان بيت النية في الليل نواء الصيام فنام من الفجر إلى المغرب صح صيامه نحن لا نتكلم عن أمر الأجر والثواب وإنما نتكلم عن الصحة فإذا شخص نام نهار كله مع تبيت النية في الليل نقول صح صومه أما من أغمي عليه كل اليوم فقد فسد صومه إلا إذا كان أغمي عليه بعض اليوم كساعة أو ساعتين فإن صومه لا يبطل أيضا قال العلماء وأن يكون قادرا على الصيام ليكون عليه واجبا فإذا كان غير قادر فلا يكون عليه فرض الحائد والنفساء ليس بواجب عليهما بل يحرم على الحائد والنفساء أن تصومه أي أن تمتنع عن المفطرات بنية الصوم أما إذا كانت امتنعت عن المفطرات وليس في نيتها أنها تصوم فلا إثم عليها وهذا قولنا لكثير من الناس الذين يقولون يجب على الحائد والنفساء أن تأكل ولو قطعة خبز خلال النهار وإن لم تفعل ذلك وقعت في معصية الله هذا الكلام غير صحيح إنما يحرم عليها أن تمتنع إن كان بنية الصوم أما إن امتنعت عن الطعام والشراب لا بنية الصوم فلا إثم عليها ووجب عليهم القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كنا إذا حضنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة لماذا؟ لأن الصيام لا يأتي إلا في السنة مرة واحدة أما الصلاة فإنها تتكرر في كل الأيام على مدار السنة فالمرأة الحائض والنفساء لا تصوم في فترة الحيض والنفاس ولكنها تؤمر بالقضاء بعدها كذلك من كان مريضا بمرض يرجى شفاؤه هذا يفطر إذا كان شق عليه الصوم ويقضي في أيام أخر ومن كان أيضا مسافرا سفرا يبيح قصر الصلاة الرباعية يجوز له أيضا أن يفطر أي له رخصة بالإفطار بشرط أن يكون قد خرج قبل طلوع وقت الفجر نأخذ اتصالا من السيد محمد ونعود إليكم بهذا الممر ألو أخي محمد الله يسأل مساء يا أهلا وسهلا وكل عامت بخير وإنت بألف خير يا سيدنا حكيت بالنسبة للكفارة دينار ونص الفدية الكفارة للصيام فدية الصوم نعم فدية الصوم دينار ونص هل دينار مستكفي لعشاء أو غداء أو فطور الشخص المسكين نعم هو ما قدروها على الطعام الكثير الذي يكفيه وإنما لو كان اقتفى بالقدر الذي وصل فيه أصل الإشباع يطلع المبلغ كما قدر نحو الدينار ونصف ولكن كما تفضلتم كثير من الناس يحب أن يخرج أكثر من هذا المقدار لذلك نقول إذا كان الإنسان أخرج أكثر من هذا المقدار من قيمة الفدية ينوي أن ما زاد عن مقدار هذه الفدية يحسب صدقة يكون صدقة يعني أصل الفدية دينار ونصف إذا أخرج دينار ونصف هذا يكفي هو في المذهب الشافعي مد من غالب قوت البلد مد من غالب قوت البلد يطلع بهذه القيمة تقريبا في المذهب الحنفي قالوا مقدار ما يغدي ويعشي بعض الناس كما تفضلتم يحب أن يخرج أكثر من ذلك لا ضرر أبدا ولكن يقول ما زاد عن مقدار الفدية يحسب صدقة نعود إلى المسافر وقلنا الله تعالى جعل رخصة لمن سافر بالإفطار إن كان شعر بالمشقة أو لم يشعر ليس شرطا لكي يفطر المسافر أن يكون قد شعر بالمشقة في خلال سفره لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الرخصة لمن سافره بغد النظر عن الطريقة عن وسيلة التنقل في الماضي كانوا يسافرون على الدواب على الإبل سفر متعب فيه مشقة شديدة جدا ووقت طويل جدا في هذه الأيام يسافرون في الطائرات لا يشعرون أبدا بالمشقة بوقت قصير يصلون إلى بلاد بعيدة ومع ذلك نقول رخص الله تعالى الإفطار لمن كان مسافرا ولو اختلفت الطريقة التي يسافرون بها هذه رخصة يجوز أن يعمل بها الإنسان إلا أن العلماء قالوا إذا كان الإنسان لم يشعر بالمشقة فالأفضل أن يتم صومه الأحسن في الشرع أن يتم صومه مع أنه ورد إن الله يحب أن تؤتار خصه كما يحب أن تؤتاع زائمه إلا أنه في أمر الصيام إذا كان الشخص مسافرا ولم يشعر بالمشقة الأحسن له أن يبقى صائما ونأخذ اتصالا من السيد هادي أو مهاني محمد أمين أخاني لا لا محمد أمين أهلا وسهلا فيك سألتك قبل شوي بخصوص الفدية تعالي صوتك أخاني بس لو سمحت محمد أمين سألتك قبل شوي بالنسبة للفدية وقلحت لي بارك الله فيك بس كنت أسألك سؤال ثاني قطع القضل هل على المريض زكاة الفطر المريض زكاة الفطر لماذا مريض يأخذ أدوية بموجب تعليمات الدكتور نعم هل عليه زكاة الفطر نعم هو حتى لو حتى لو كان مريضا تجب عليه زكاة الفطر لأنها على من أدرك جزءا من شعبان من رمضان وأدرك شوال نخرج حتى عن الطفل الصغير الذي بعد لم يصم فليست الزكاة تكون فقط على من صام رمضان حتى لو كان هذا أفطر لعذر من الأعذار ولم يصم في شهر رمضان يخرج زكاة الفطر ذكرنا قيد بالنسبة للمسافر الذي جاز له الإفطار وهو أن يكون أحدث السفرة قبل دخول وقت الفجر أي يجب لمن أراد أن يفطر في ذلك اليوم الذي أراد السفر فيه أن يفارق العمران قبل دخول وقت الفجر ليس شرطا أن يخرج من بلده وإنما القيد الذي ذكره الفقهاء أن يكون جاوز حد العمران فإذا فارق العمران قبل دخول وقت الفجر جاز له أن يفطر في ذلك اليوم أما إذا كان خرج من بيته بعد أن طلع الفجر فلما دخل وقت الصوم كان مقيما وليس مسافرا فليس له هذه الرخصة في أمر الإفطار لذلك على الإنسان أن يتنبه لهذه المسائل الدقيقة حتى يكون على موافقة الشرع إذا أراد أن يترخص بإحدى هذه الرخص فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا أيها الأحبة الكرام في برنامجكم ساعة محبة عدنا إليكم أيها الأحبة الكرام في برنامجكم ساعة محبة ونذكركم بالمشاركة معنا عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة ونأخذ اتصالا من ولاء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا فضلي أول سؤال إذا أتألك عن فضيل فضل التفطيل الصوام عن التفطيل الصائم نعم لو حب التمر مثلا أو ما غيره وثاني شي جاء أتألك في ناس بيشكوا كلمة غريبة بقولوا الصائم بلا صلاة كالرعي بلا عصاة فحب فقط أعرف هذا الشيء وشكرا كثير جدا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا بالنسبة لفضل تفطيل الصائم هو فضل عظيم جدا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو شهر المواساة من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعدق رقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء هذا الأجر وهذا الثواب وهذه المزايا العظيمة جعلها الله تبارك وتعالى لمن فطر صائما إن كان فقيرا وإن كان غنيا يعني هذا الحكم ليس فقط للصائم الفقير وإنما يعطي الله سبحانه وتعالى هذا الثواب لمن فطر صائما فقيرا أو فطر صائما غنيا من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعدق رقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ولما قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال عليه الصلاة والسلام يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن الأمر الثاني بالنسبة لهذا المثل الذي راجع على ألسنة كثير من الناس وهو قولهم صوم بلا صلاة صوم بلا صلاة كراع بلا عصة ويريدون من ذلك أن من صام وهو لا يصلي فلا يصح منه الصوم هذا كلام غير صحيح ولا أصل له وإنما نذكر ما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى نحن أمرنا بأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكرم ونعرف أن الصلاة فضلها عظيم بل أفضل عبادة من كل العبادات التي كتبت علينا بعد الإيمان بالله والرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة هي عمود الدين وعماده والصلاة أفضل من الصيام وهي أفضل عبادة ومع ذلك نقول إذا كان شخص صام وما كان يصلي نقول له صلي لا تترك هذه الصلاة ترك الصلاة من أكبر الكبائر الذي يترك الصلاة لا برهان له ولا نجاة له يوم الدين اتق الله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولا نقول له إذا كنت تصوم من غير صلاة فاترك الصيام إذا كان واقعا في إثم نقول له افعل الثاني والثالث من منا سالم من الذنوب والآثام نحن إذا واحد مننا وقع في ذنب يكثر من الحسنات لكي يساعده ذلك على التوبة ولكي يجد في ميزان حسناته يوم الدين الحسنات أكثر من السيئات الله تبارك وتعالى قال إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات فإذا رأينا إنسانا واقعا في الإثم نأمره أن يعود عن ذنبه ذلك ولا نقول له اترك الصيام لأنك لا تصلي أو اترك كذا لأنك لا تفعل كذا نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر من غير أن نطلب من إنسان أن يترك عبادة من العبادات أو أن نقول له لأنك لا تفعل كذا فهذه العبادة لا تصحه منك هذا التكلف ما أمرنا به وهذا الغلوب لم نؤمر به أمرنا أن نتبع الأحكام التي بلغتنا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام أحيانا قد الإنسان يؤدي عمل من غير أن يتقن هذا العمل ونيته أنه يصلي أو أنه يصوم أو أنه يزكي فيخرج من هذا العمل بلا شيء وقد يكون الإنسان على العمل ظاهرا هو عمل حسن وعمل عظيم ولكن ما أخلص النية لله سبحانه وتعالى ولو أتى بالأركان والشروط وتجنب المبطلات الله تعالى أمرنا بأن نؤدي الواجبات وأن نجتنب المحرمات أمرنا أن نتقن العمل بأن نأتي بالأركان والشروط وتجنب المبطلات وأمرنا أيضا بأمر آخر وهو أن نخدص النية لله تعالى الصائم قد يكون في بيته لا يراه أحد ولا يتناول مفطرا لذلك في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك مرة النبي عليه الصلاة والسلام دخل مسجده فوجد رجل القائم يصلي لعل هذا في نظر البعض أنه على أداء الصلاة وأنه لا غبار عليه فقال له عليه الصلاة والسلام قم فصل فإنك لم تصلي فقام وأعاد الصلاة كما أمره المصطفى عليه السلام فقال له مرة ثانية قم فصل فإنك لم تصلي فأعادها ثالثا فقال قم فصل فإنك لم تصلي فقال هذا ما علمت من الصلاة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه علموا أخاكم الصلاة ما قال له كفتك النية ما قال له بما أنك صليت لا ينظر إلى الأركان ولا إلى الشروط وإنما إذا كنت نويت لله فهذا العمل مقبول ولا غبار عليه بل قال عليه السلام لأصحابه علموا أخاكم الصلاة لا بد أن نعرف كيف نؤدي العبادة على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به أن نؤدي هذه العبادة على ما أمرنا به هذه الأحكام الشرعية التي بلغتنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول أنضى حياته في نشر هذا العلم كيف نترك هذه الدعوة المحمدية وكيف لا نتلقى هذه الأحكام عن نبينا عليه الصلاة والسلام فنكون في جهل عميق نأخذ اتصال ألو مرحبا أهلا وسهلا بالسيد غازي تفضل شيخ أنا عامل شبكات سلامتك إن شاء الله وشبعمل 16 حب الدواء في اليوم نعم سباحا وظهرا ومساء وشو الحكم هاي الأدوية ما فيك تتخلى عنها من الفجر للمغرب يعني بيقصد ضرر أكيد أكيد نعم بهالحالة بهالحالة إذا كان مثل ما ذكرنا في أدوية أو الإنسان عجز عن الصوم بسبب علا أصابته يفطر وإن كان هذا المرض لا يرجى شفاؤه يخرج فدية الفدية مقدارها بالقيمة تقريبا دينار ونصف عن كل يوم بيومه يعني إما أن يخرج هو بنفسه عن كل يوم بيومه دينار ونصف لفقير أو مسكين أو أن يوكل ثقة إنسانا دينا فيخرج له هو عن كل يوم بيومه دينار ونصف يعني في المجموع نحو 45 دينار وما زاد عن ذلك فهو صدق ولا يلزمه غير هذه الفدية فقط الفدية التي تلزمه ولا يلزمه شيء الله يبارك فيك شيخنا وسلامتك تفضل ممكن أنا أدفع المبلغ كامل تدفع المبلغ كامل مرة وحدة نعم ما فيك تطلع له فقير مرة وحدة لابد عن كل يوم بيومه عن كل يوم لا أنا أعطيه مثلا لإمام المسجد آه ما في مشكلة بتدفع المبلغ كامل وهذا الإمام هو بيطلع عنك كل يوم بيومه يعني يجوز لك أن توكل غيرك وهو الذي يخرج عنك كل يوم بيومه ما في ضرر أبدا لو دفعت له المبلغ كامل جزاق الله الخير الله يبارك فيك الله يبارك فيك ويعافيك إن شاء الله أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا ننتقل أيها الأحبة الكرام إلى فرائض الصيام والله تبارك وتعالى جعل للصيام فقط فرضين فرض الأول النية والثاني هو الإمساك النية مكانها في القلب فلا يشترط التلفظ بها باللسان وإنما يكتفي الإنسان أن يقولها بقلبه كأن يقول نويت صوم يوم غد من رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى هذه النية تكون في قلبه فإن زاد على ذلك وتلفظ بها باللسانه مع استحضارها في قلبه لا ضرر عليه يعني لا يحرم على الشخص أن يتلفظ بها ولكن في الأصل هو أن يستحترها في قلبه وهي واجب عن كل يوم في ليلته عن كل يوم من أيام رمضان لا بد أن يوقع النية في الليل في قلبه عن كل يوم من أيام رمضان هذا هو قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه ولا يصح إقاع النية في النهار بل لا بد من إقاع النية في الليل إذا شخص أوقع النية للصيام في وقت العصر في وقت العصر في مثل هذا الوقت مثلا قال نويت صوم يوم غد من رمضان ما صحت منه هذه النية لأنه لم يوقعها في الليل الأصل أن يوقع النية في الليل والليل يبدأ من المغرب وينتهي بالفجر لقول الله تعالى وأتم الصيام إلى الليل وأتم الصيام إلى الليل أي إلى المغرب فبعد دخول وقت المغرب له أن يوقع هذه النية في قلبه ومعه في الليل إلى طلوع الفجر أي إلى ما قبل طلوع الفجر يكون قد أوقع النية في قلبه ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له أيها الأحبة المشاهدون نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى بحلقة جديدة في يوم الغد من برنامجكم ساعة محبة وسنكمل الحديث بإذن الله تعالى عن بقية الأحكام التي جعلها الله تبارك وتعالى لفريضة الصيام ومني لكم أنا زيد المصري أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة